موسيقى موسيقى اللقاء الذي جمعني هذا الصباح بسيدة رئيس الجمهورية بتابعة الحالة التي نولنا فيه وطلعته على صعوبة الوضع الاجتماعي نعرف بلادنا لمدة طويلة تعيش وضع اقتصادي صعب مما كان عنده تداعيات اجتماعية ثم ما زاد على ذلك هي اليوم الأزمة لموجودة السياسية اللي ألقت بدلالها الاتحاد العام التونسي لشغل أطلعته أنه يفكر في شيء ما مما يوحد التونسيات والتونسيين والصقف انتعه ومرجعه تكون الشرعية معناها الانتخابية ودولة القانون ومؤسسات ومؤسسات الدولة اللي هي مؤسسة رئيس الجمهورية كذلك اليوم لابد من ترتيب الأولويات ومن الأولويات انتعنا هي كيف نكون المتضامنين من أجل أن نعالج الأوضاع المعقدة جدا وهي التي زادت تعقيدات اليوم في العالم وعلى تونس اليوم هي الجائحة معناها انتع وبا كورونا اليوم اللي تمر بها العالم أجمع وتونس اللي نقصت عديد الإمكانيات ووضع المستشفيات العمومية ووضع المؤسسات التربوية ووضع قطاع النقل كل القطاعات اليوم تضررت إلى بعض الحدود ثم اليوم ليس من الأولويات منتعنا الجدل الكبير الذي يحصل اليوم في قطاع حساس وذوء أهمية قسوة كبيرة جدا هو فيما يتعلق بقطاع الإعلام نحن اليوم مزلنا في ديمقراطية فاتية مزلنا في ديمقراطية تتلمس خطواتها الأولى لابد أن تكون كثير من العقلانية وتكون هناك سياغة تشاركية في عديد القضايا اليوم كيف نحب نصلحوا الإعلام اللي نصلحوا الإعلام اليوم في هشاشة التشغيل نتع الصحفيين اليوم في عدم حمايتهم اجتماعين اليوم في ضغوطات المسلطة عليهم من لبيات المال أو من بعض لبيات المال وبعض لبيات السياسيين هذه الكلة باش نحموا به منها حرية الإعلام نعم ولكن فيما يتعلق بتحرير الإعلام لابد كل خطوة تكون لها حسابات معمقة وتكون فيها من نظرة اللي هي كما توا قال سيدة رئيس الجمهورية معناها السيادة الوطنية والأمن القومي معناها التونسي هو أعلى من دستور البلاد فإن شاء الله ربي تكون هناك معناها يتوب الرجد لبعض الأطراف من أجل أنهم يرعوا المسلح العلي للوطن وتونس مش ناقصة تجذبات معناها حادة ومناكفات حادة اليوم اللي ينتظر منه الشعب التونسي في وضعيته نتع الصحية في غلال أسعار نتعه في معيشته في كل السحققات التي تطلبها معناها الحياة الكريمة اشتركوا في القناة